وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن ولاه اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمدٍ الفتح المبين المتم الفضل العظيم الهادي إلى صراطك المستقيم السكينة الساكينة في قلوب المؤمنين المؤمن لنا من عذاب الدنيا والمشفع فينا يوم الدين وارزقنا من نوره وعلمه وكرمه وفتحه ومدده ورزقه وعطائه وهداه بنورك ونوره يا ذا القوة المتين اللهم أذن لنا بالسلوك واجعلنا في طريق الفقراء بتوفيقك من الملوك واجعلنا شموس هدى لعبادك إذا اشتد الظلام واحتار الأنام وجنبنا الرياء والكبر يا ملك الملوك وبعد فعلى شاشة قناة اليمن اليوم نلقاكم مجدداً مع التدبر في آياتٍ لنقف منها على ما يوفقنا الله إليه من معرفة الغايات ونسأل الله أن يحقق لنا ولكم كل غايةٍ في الخير يقول الله سبحانه وتعالى باسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علقه اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم هذه الآية الكريمة اقرأ كما هو معروفٌ معلومٌ لدى المؤمنين أنها أول آيةٍ نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أول تكليفٍ ينسحب علينا من تكليفة الإسلام اقرأ القراءة نحن كما نقول دائماً أمة اقرأ اقرأ نودي بها النبي صلى الله عليه وسلم في ذلكم اللقاء الذي بدأت فيه رسالة السماء الأخيرة إلى الأرض بدأت بقرأ قال النبي ما أنا بقارئ قيل له اقرأ قال ما أنا بقارئ قيل له اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق النداء الأول دائماً يلطف المؤمن يلطف المدعو فيقول اقرأ باسم ربك ولم يقل اقرأ باسم الله وإن كنا في كل سيرنا وحركتنا وقراءتنا وكتابتنا وكلامنا نقول باسم الله ونسير باسم الله وننضي باسم الله وننام باسم الله ونستيقظ باسم الله لكن النداء الأول اقرأى ناراً إلى قوله إني أنا ربك تخفيفاً للفضي ثم كلمة الرب تدل على الرعاية والعناية فلا تخف فإنني ربك أربيك أرعاك أحن عليك أعطف عليك أرحمك أغفر لك أعينك أقويك إني أنا ربك فاخلعن عليك الله عليه وسلم قول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين كأن القرآن نزل لك وأوحي به إليك من رب العالمين اختصك أنت به تشريفاً لك وتعظيماً والعالمون كلهم تبع لك يا محمد اقرأ باسم ربك الذي خلق الذي خلق أدرى بما يصلح حال عباده فالمعرفة والعلم والتعقل والتدبر هي سبيل الوصول إلى الله سبحانه وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق خلقك أنت يا أيها الإنسان وخلق كل شيء لم يقل خلقك ولكن اقرأ باسم ربك الذي خلق ليست القراءة فقط في المستور ولكن القراءة في الكون المنظور اقرأ آيات ربك في السماء اقرأ يا عالم الفلك آيات ربك في الكواكب والنجوم اقرأ أيها الطبيب آيات ربك في جسم الإنسان اقرأ يا طبيب البصر في عين الإنسان كيف ركبت اقرأ يا طبيب الجسد وقرأ يا عالم الدين وقرأ يا مبحرا في البحار وقرأ يا سائرا في الأرض وقرأ يا صانعا للآلات اقرأ باسم ربك الذي خلق لتقف على وجود ربك في كل ما خلق بعد الفاصل إن شاء الله تبارك وتعالى نكمل تدبرنا في هذه الآيات البينات فانتظروا الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه عودا إلى تدبر قول الله سبحانه وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق قلنا إن القراءة ليست فقط في الكلام المسطور ولكن القراءة في كل منظور قال ربنا سبحانه وتعالى وفي الأرض آيات للمؤمنين فالقرآن آيات مكتوبة والكون آيات منظورة فاقرأوا في هذا الكون تعرفوا ربكم وفي الأرض آيات لمن للمؤمنين وفي السماء كذلك آيات وفي أنفسكم أفلا تبصرون في نفسك آيات في هذا الريق الذي تبتلعه آيات في هذا الماء الذي تشربه آيات سبحان الله ركب خالق الماء تبارك وتعالى الماء من عنصرينه أحدهما يشتعل والآخر يساعد على الاشتعال الهيدروجين والأكسوجين فركب مما يساعد على الاشتعال مركبا جديدا يطفئ المشتعل سبحانه وتعالى يخلق الأشياء ويسبب فيها الأسباب ويعلمنا أن لا نتعلق بالأسباب لأننا لا نعبد سببا إنما نعبد مسبب الأسباب فقرأ أيها الإنسان في هذا الكون وانظر إلى قوله بيانا لآية من الآيات المنظورة التي يجب أن يتدبر فيها كل الناس ليعلموا ويقرأوا أدلة وجود الله خلق الإنسان من علق من طين ثم من نطفة هذه النطفة تتعلق في الرحم بطريقة بيّنها العلم الحديث طريقة عجيبة تدل على أن هناك متابعا لهذا الخلق منشئا له كيف تكون هذه النطفة علقة ثم كيف تكون مضغة ثم كيف تتخلق وتصور في هذه الصورة التي ركب الخالق سبحانه وتعالى فيها هذا الإنسان يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعد لك في أي صورة ما شاء ركبك خلق الإنسان من علق ثم كرر الأمر بالقراءة فقال اقرأ اقرأ ولا تلتفت لمن يحاول أن يصرف نظرك عن آيات الكون التي تدل على وجود الله اقرأ القرآن ولا تلتفت إلى من يحاول أن يعطلك عن غسل روحك وقلبك بقراءة القرآن اقرأ القرآن وتدبر فيه ولا تنشغل بهذه الدنيا اقرأ القرآن وتحرك في الحياة وأنت تبحث عن الله اقرأ ولا تجعل هذه الحياة وحركتك فيها شاغلة لك لا تجعل رزقك شاغلا لك عن الله فربك الأكرم اقرأ وربك الأكرم اقرأ متيقنا أن الله سيعلمك ابحث وفتش موقنا أن الله الذي خلقك سيهديك لأنه أكرم ليس كريما فقط واحمد الله على أنه خلقك وعلمك جعل الرب في هذه السورة التي بدأ بها القرآن نزولا وجعل الرب في تلك السورة التي بدأ بها القرآن الكريم تلاوة الحمد لله رب العالمين الذي أنزل هذا القرآن وعلمنا الحمد لله الأكرم الذي ربانا ورعانا الحمد لله الرحمن الرحيم الذي خلقنا وأودع في أمهاتنا وآبائنا الرحمة اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم الأكرم الذي علم بالقلم يستحق الحمد في الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الذي خلق وأنشأ الإنسان هو مالك يوم الدين الذي فيه مرجع الإنسان إلى مولاه علم الإنسان ما لم يعلم لقد كانوا يعلمون ما تعلموه في ذلك الوقت لكنه أخبرهم ضمنا في أول رسالة سماوية إليهم وإلينا أن الله سبحانه وتعالى يعلم الإنسان دائما وقد علمه قبل ذلك ما لم يعلم لكن هذا الإنسان يطغى ولا يلتفت إلى هذا الكون وينصرف عنه فيا أيها الناس يا أيها الإنسان اقرأ يا أيها المسلمون اقرأوا اقرأوا القرآن قراءة تدبر وفهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن هذه الأقفال من ظلمات الدنيا ومن الانشغال بالرزق ومن الانشغال بأسباب الحياة أغلقت على قلوبنا أبواب الخير فافتحوا هذه القلوب في هذا الشهر الكريم أزيلوا من عليها أقفالها حتى تنطلق إلى تلقي أنوار القرآن الكريم وقرأوا ما تيسر من القرآن واجعلوا لأنفسكم وردا في التدبر وردا من التدبر في القرآن الكريم اجعلوا وردا تجلسون فيه لتدبر آية واحدة وقرأوا اقرأوا كتبكم اقرأوا علومكم اقرأوا في الكون عن ربكم ولا تطغى أيها الإنسان لأننا أمة لها كتاب حث على العلم فمن العار ومن الخطأ أن يحرص كل العالم على العلم ولا نحرص عليه إن الله سبحانه وتعالى جعل الذين أوتوا العلم في مقام خشيته فقال إنما يخشى الله من عباده العلماء كأن الخشية الحقيقية تتحقق من العلماء الذين الواحد منهم عليم عليم وعليم تحقق بالعلم وتأصل فيه ودقق ونظر هذا يجد الله هذا يخشى الله حق خشيته قضى الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة أن المؤمنين يرتفعون درجة وأن العلماء يرتفعون درجة إذا تحققوا بالإيمان يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات فلماذا نفرق في هذه الدرجات العالم يخشى الله سبحانه وتعالى خشية حقيقية وإذا لم يدلك العلم على الله فاعلم أنك غافل أو اعلم أنك غير منشغل بالعلم حقيقة اقصد في علمك وفي قراءتك القرآن الدنيا والآخرة ابحثوا في هذا القرآن عن دلائل وجود الله ابحثوا عن دلائل قدرة الله انظروا فيه تأمله انظروا في قول الله سبحانه وتعالى بلى قادرين على أن نسوي بنانه وقولوا للعالم إن الله سبحانه وتعالى اختار البنان قبل أن يعلم الخلق أن في البنان صفة لكل إنسان تميزه عن غيره اقرأوا إن شئتم في قول الله سبحانه وتعالى ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين لماذا لم يقل ألم نجعل له قدمين ألم نجعل له يدين قال ألم نجعل له عينين ألم يتبين لنا الآن أن في العين بصمة خاصة لكل إنسان حتى إذا ما دخلنا مطارات أو غيره قاموا بأخذ بصمة العين التي تميزك عن غيرك انظروا إلى قول الله ألم نجعل له عينين وهو يمتن على الإنسان ويذكره بقدرة الله عليه فيقول له لا تظن أن أحدا لن يقدر عليك فإن ربك الذي سواك تسوية خاصة عن غيرك من بني الإنسان ويرزقك رزقا خاصا بك قادر على أن يحاسبك حسابا خاصا بك وقول للعلماء ابحثوا في اللسان والشفتين لأن الله سبحانه وتعالى اختارها مع العينين ستجدون فيها إعجازا فقرأوا وابحثوا وعلموا الناس العلم ومن كان على ثغر فليحذر أن يؤتى الإسلام من ثغره عالم الطب عليه أن يبحث في الطب عالم الفيزياء عليه أن يترقى في علمه عالم الكيمياء كعالم الدين كعالم الهندسة كل في مجاله عليه أن يرتل دائما اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق عليه أن يوقن أن ربه الأكرم وأن يقرأ ويتعلم وأن يتحقق بقوله خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بتمام المعرفة وحقيقة العلم وعلم الحقيقة وأن يرزقنا الفهم إذا قرأنا وأن يرزقنا العون إذا قرأنا وأن يرزقنا العمل إذا علمنا وأن يجعلنا من العلماء الذين يخشونه حق الخشية ومن العارفين الذين يعرفونه تمام المعرفة ومن العلماء الذين يعملون بما علموا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفهمنا عنه وأن يعلمنا من لدنه علما وأن يزيدنا علما وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله والحمد لله رب العالمين شكرا